هنروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد رجال في النادي الأهلي بقيادة مستر دانيال جوردو نجد بحداكم عارفين أنه الفرقة بتستعد لبطولة أفريقيا والسوبر جلوبال أو بطولة العالم ولكن بطولة أفريقيا الأبطال هي البداية 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر هي دي الوقت أو هذا المعادل هتقام فيه بطولة أفريقيا الأبطال في نسختها 43 مستر دانيال خلاص أعلن قائمة فريقه دي صور للفريق في مطار القاهرة وكانوا بيستعدوا إلى المغادرة أمس وطبعا تم الإعلان عن 18 لعب اللي هيشاركه آسف نهاردة الصبح كانوا في مطار القاهرة وأعلن مستر دانيال عن 18 لعب وهم عبد الرحمن طه حارس المرمى وعبد الرحمن حميد حراس المرمى محمد إبراهيم أمر خالد كاستيلو أحمد هشام سيسة محصر رمضان مهاب سعيد عبد الرحمن فصل مصطفى خليل إسلام حسن إبراهيم المصري أحمد عادل ياسر سيف البرازيلي رؤول نانتس أحمد خيري إسلام راضي سيف هاني عمر سامي آه تمام الكابتن طبعا خالد مرتجي رئيس بعسة الفريق وإن شاء الله كل توفيق لهم والأهل هلعب في المجموعة التانية مين معاه في المجموعة التانية فلاورز البنيني وكنشاسا كونغولي ووفاق عين التوتا الجزائري والتراجي التونسي كل توفيق طبعا أتصور إن شاء الله هتبقى أقوى مباراة التراجي معنا خاصة أن التراجي مبارح فاز على نادي زمانك في نهاء البطولة العربية وتأهل التراجي إلى السوبر جلوبال لأن أحدكم عارفين إتحاد الدولي أو طلع قرار أن بطل العرب هيتأهل لبطولة بطولة العالم ولكن طبعا تعرفي عشان كده شارك فرقة كتيرة لها وزنها عربية مثل التراجي والزمالك على أمل التأهل والكويت الكويتي على أمل التأهل لبطولة العالم ولكن نجح التراجي أنه يخطف بطاقة التأهل لسوبر جلوبال في مباراة مبارح طبعا كانت نهائي البطولة العربية ولكن الأهل يتأهل كحامل لقب سوبر الأفريقي وبالمناسبة بطولة أفريقيا اللي هنلعبها دي الفائز هيحجز بطاقة في مباراة أو في نهائي كأس السوبر الأفريقي اللي بيفوز بأفريقيا الأبطال بيكون أحد طرفيه النهائي لو اتعاملت من مباراة واحد لو السوبر الأفريقي وستمعين قبل كده لو تفتكروا السنة اللي فاتت كانوا قالوا أن السوبر الأفريقي هيكون أكتر من المباراة زي دورة مجمعة وده اللي يطبق في مصر السوبر المصري كان سبورتينج والأهلي والزمالك ولكن السوبر الأفريقي احتمال كبير السنة دي يكون بهذا الشكل لو كانت مباراة واحدة فهيكون البطل أحد طرفي هذا اللقاء ولكن لو كانت دورة مجمعة هيكون واحد من ثلاثة أو أرباح لحسب ما يعلن الاتحاد الأفريقي فطبعا هي بطولة مهمة للنادي الأهلي النادي الأهلي السنة اللي فاتت هو حامل لقب أبطال الكوز وليست أبطال الدوري وبالنسبة هي دائما أبدا بتتلاقي في شهر عشرة كل سنة الأبطال بتتلاقي في شهر عشرة يمكن توقفت أثناء فترة الكورونا ولكن بعد ذلك حافظ الاتحاد الأفريقي على معادها بشكل سابت بعد البطولة دي إن شاء الله فريقنا هيشارك في السوبر جلوبال بإذن الله وخليني أستعرض مع حضراتكم بالمرة معلش أن أسف يا جماعة هتطول في الخبر ده ولكن في يعني في السوبر جلوبال أو البطولة العالم هقول لحضراتكم الفرق اللاجحة هتتأهل إليها دي بقى علش دي يعني سابقة شوية عن بطولة أفريقيا ولكن ده مهم جدا بعد مباراة النهاية بطولة عربية مبارح وتأهل التراجع لحساب الزمالك هنقول بقى قائمة نهائية للسوبر جلوبال على الأهلي طبعا على رأس المشاركين التراجع التونسي برشلونة الأسباني ماك ديورج الألماني كليسي البولندي بنفيكا البرتغالي كلوب منستروس المكسيكي سدني الأسترالي تباتل برازيل الكويت الكويت الخليجي السعودي مدر السعودي وتحاجة تسعدنا وجود خمس فرق عربية في السوبر جلوبال تاني الأهلي والتراجع فرقتين الكويت الكويت والخليجي السعودي ومدر السعودي خمس فرق عربية فيها تشارك في السوبر جلوبال وتحاجة تسعدنا جدا 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 وكل التحية طبعا لدكتور حسن المصطفى اللي الحقيقة أخذ قرار إدى تقل البطولة العربية وتحس إن اتحاد دولي بيدار بنفس فكر الاتحاد المصري طبعا فكر دكتور حسن المصطفى عشان يدي فاليو للبطولة العربية لكرة اليد ويدافع أو يخلي فرق كبيرة تصرف وتحط فلوس وتشارك في هذه البطولة عشان يديها فاليو كبير أو قيمة كبيرة بناءً عليه الفرق تشارك ويبقى احتكاق قوي بدل ما يبقى عنده البطولة واحدة إقليمية هي بطولة أفريقيا نجح لتحاد دولة الكرة اليد إنه يخلي البطولة العربية كمان لها وزنها ولها ثقالها وبأصبحت بطولة معتمدة تحاد دولي كل ده مكسب للكرة اليد في النهاية كرة اليد العالمية ده مكسب للنهاية البطولة العربية هنا أنت بتكسب شريحة جديدة جدا من الفرق العربية الكبيرة اللي عايزة طبعا يكون لها وجود في كرة اليد وما بتقدرش تتأهل من قرتها عندها بطاقة أن يتخش إلى سوبر جلوبا من خلال البطولة العربية كل التحية طبعا فكر جديد وفكر نفس الفكر ده والتجدد والابتكار هو اللي بتدار بيه كرة اليد في مصر وده اللي أسس لها الدكتور حسن مصطفى من 30 سنة من 1990 ويمكن ما قبل ذلك كمان أسس الدكتور حسن مصطفى لهذه النهضة الكبيرة في كرة اليد وهو الآن بيشارك في نهضة كبيرة لرياضة كلها مش بس لكرة اليد شايفينه إزاي بيتحرك في ملف استضافة مصر لولمبيات 2036 وإزاي هو يعني 2036 لسه 14 سنة الله أعلم هيكون موجودين ولا لأ وربنا يديله طبعا الكابتن الصحة وطلط العمر ولكن هو بيفكر لمستقبل مصر أيضا مش بس لمستقبل كرة اليد وهي دي مصر غنية بولادها وكوادرها وده اللي كنا بنقول أن مصر دايما على استعداد أنها تنظم أكبر الأحداث بل وتشارك وكون أحد صناع هذه الأحداث اشتركوا في القناة